تبين لنا من خلال البيانات المتقدمة من هم المرجئون ومن هم المعجلون ومن هم المستعجلون البيانات المتقدمة عرفت هذه المجموعات وتحدثت عن جانب من مواصفاتهم عن جانب من مختصاتهم التي تميزهم حتى نستطيع أن نشخصهم في واقعنا الشيعي اليومي الحياتي ولذا فإنني سأضع أصابعي على هذه المجموعات هذا من وجهة نظري لا أفرض ذلك عليكم ما تقدم من بيانات إنها أحاديث الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما سأشخصه هذا هو تشخيصي الشخصي هذا هو فهمي لا أفرضه على أحد ولا أطلب من أحد أن يصدقه إنما أقول لكم دققوا النظر في قد توافقونني وقد تخالفونني هذا أمر راجع إليكم ولا أعبأ إذا ما وافقتموني ولا أعبأ إذا ما خالفتموني أنا لا شأن لي بما ستحكم به عقولكم إنما أطالبكم أن تحترموا عقولكم احترموا عقولكم المرجعون بالنسبة لي المرجعون هم المعممون أي معمم في الجو الشيعي هذا المعمم أكان من أفراد أسرتك أم كان من جيرانك أم كنت تشاهده على شاشة التلفزيون أم كنت تتابعه على الشبكة العنكبوتية أم أنك تصلي خلفه جماعة أم هو الذي يقال له وكيل المرجع أم ذاك الذي يرتق المنبر خطيبا حسينيا أم أولئك الذين تشاهدهم في أزقة النجف وكربلا بالنسبة لي هؤلاء هم المرجعون قطعا الذين يتابعونهم ويكونون معهم في الصف نفسه هم مرجعون أيضا لكنني أطلق هذا العنوان المرجعون بحدود الموضوع الذي أتحدث عنه أطلق هذا العنوان عمليا في الواقع الشيعي على المعممين المعممون هم المرجعون أطلقون إلا إذا ثبت الدليل بخصوص هذا المعمم أو ذاك المعمم من أنه ليس مرجعيا لأن المعممين هم أتباع مراجع النجف وكربلا مراجع النجف وكربلا من خلال دراستي لسيرتهم ومن خلال تتبعي لمؤلفاتهم ومن خلال تدقيقي وتحقيقي في أجوبتهم في فتاواهم في كل شؤونهم بالنسبة لي مراجع النجف وكربلا مرجئيون لا أقول بدرجة مئة بالمئة أقول بدرجة تريليون بالمئة هؤلاء مرجئيون حقيقيون وما جاء في الروايات من نهي عن أحاديث المرجئة وعن فكرهم وثقافتهم بالنسبة لي أفهم تلك الأحاديث بخصوص هؤلاء بخصوص مراجع حوزة النجف وكربلا إنهم مرجئة الشيعة أصحاب العمائم هم أبناء هؤلاء هم تلامذة هؤلاء هم على دين هؤلاء فكل معمم هو مرجئيون إلا أن يكون قد أخرج نفسه من دائرة الإرجاء هذه من هنا أقول المرجئيون هذا العنوان ينطبق انطباقا حقيقيا كاملا على المعممين فكل معمم مرجئي هو إلا أن يثبت بالأدلة من أنه ليس كذلك أتباع المعممين أتباع المراجع هم مرجئيون أيضا هؤلاء أصحاب مسلك الأرجاء إنهم واقفة هذا الزمان وقفوا أتحدث عن مراجع حوزة النجف وكربلاء وقفوا في مرحلة التنزيل وأوقفوا الشيعة معه وقفوا عند حدود ضلالهم وقفوا عند حدود ثقافة العيون الكدرة القذرة هناك وقفوا وأوقفوا الشيعة معه ولذا في آخر الأمر سيقفون في وجه صاحب الأمر لا أتحدث عن هذا الجيل فقط إنني أتحدث عن كل الأجيال منذ سنة أربعمية وثمانية واربعين للهجرة حينما أسس الطوسي المرجئي البتري حوزة النجف المرجئية البترية فما أنتجت لنا إلا المراجع المرجئيين البتريين منذ سنة أربعمية وثمانية واربعين للهجرة وإلى يومنا هذا وما بعد يومنا هذا فمسار الإرجاء والبترية مستمر كما يبدو لأن القوم لا يريدون الرجوع عنه المرجئيون هم المعممون من الآخر إذا أردنا أن نسلط الضوء على الواقفة زمان إمامنا الرضا صلوات الله عليه على مجموعة الكلاب الممطورة إذا أردنا أن نقف عند الكلاب الممطورة وهم كبار مراجع الشيعة زمان الإمام الكاظ لكنهم صاروا كلابا ممطورا وقفوا في وجه إمام زمانهم في وجه إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه إذا أردنا أن نلقي نظرة على أحوالهم هناك أمور واضحة الأمر الأول طلبهم للزعامة والرئاسة أتحدث عن مراجع الشيعة زمان الإمام الكاظ طلبهم للزعامة والرئاسة مع سرقتهم ونهبهم لأموال إمامنا الكاظ هذه الصفة الأولى الواضحة فيهم الصفة الثانية عدم موسوعيتهم وعدم اطلاعهم الواسع بأحاديث الأئمة وهذا يكشف عنه جهلهم بمعاني الأحاديث التي تحدثت عن إمامنا الكاظم ومن أنه قائم الأئمة إن شاء الله تعالى بهذا القيد وهذا مثال من الأمثلة سابعهم قائمهم إن شاء الله تعالى فهناك جهل واضح عندهم بالمعارف الحقيقية من معارف العترة الطاهرة من هنا فإن إمامنا الكاظمة قال للبطائني يا علي إنه علي البطائني يا علي أنت وأصحابك أشباه الحمير إمامنا الجواد أعطانا قاعدة تنطبق على هؤلاء وتنطبق على الواقفة عبر الأزمان إلى زماننا هذا القاعدة التي أعطانا إياها إمامنا الجواد الواقفة حمير الشيعة فلا تتبع لا تتبع الحمير الواقفة حمير الشيعة الصفة الثالثة من صفاتهم جهلهم بمعرفة إمام زمانهم لو كانوا عارفين بإمام زمانهم هل واجهوا وحاربوا وأنكروا إمامته لقد حاربوا إمام زمانهم حاربوا الإمام الرضا صلوات الله عليه هذه الصفة الثالثة الصفة الرابعة أسسوا دينا جديدا وفي ضوء تأسيسهم لذلك الدين أخذوا يشترون الذمم ذمم الشخصيات المهمة في الواقع الشيعي آنذاك كي ينضموا إلى دينهم الجديد الذي ابتدعوه أقرأ عليكم ما جاء مذكورا في رجال الكشي من حقيقة حدثنا بها يونس ابن عبد الرحمن صفحة 493 من رجال الكشي من الطبعة التي أشرت إليها في الحلقات المتقدمة رقم الحديث 946 بسنده عن يونس ابن عبد الرحمن قال مات أبو الحسن إمامنا الكاظم صلوات الله عليه قال مات أبو الحسن وليس من قوامه من قوامه من وكلائه إنهم مراجع الشيعة آنذاك أمثال البطائن والقند وغيرهما مات أبو الحسن مات إمامنا الكاظم صلوات الله عليه وليس من قوامه أحد إلا وعنده المال الكثير لماذا؟ لأن الإمام الكاظم كان مودعا في الحبوس الإمام الرضا لا يتصدى للإمامة بحسب قانون إمام ناطق وإمام صامت هذه سيرة الأئمة صلوات الله عليه مات أبو الحسن إمامنا الكاظم وليس من قوامه من وكلائه من مراجع الشيعة آنذاك أحد إلا وعنده المال الكثير وكان ذلك سبب وقوفهم هذا هو الذي جعلهم يقفون ذلك الموقف ويؤسسون دينا واقفيا بمستوى دين الكلاب الممطورة ويؤسسون أتحدث عن الكلاب البشرية الممطورة التي هسوأ من الحيوانات الكلاب مات أبو الحسن مات إمامنا الكاظم وليس من قوامه أحد إلا وعنده المال الكثير وكان ذلك سبب وقوفهم وجهودهم موت وكان عند زياد القندي إنه زياد بن مروان القندي وكان عند زياد القندي سبعون ألف دينار إنها دنانير الذهب وهذه الأرقام ليست نهائية هذا الذي وصل إلى مسامع يونس ويونس لم يكن مطلعا على كل تفاصيله وكان عند زياد القندي سبعون ألف دينار وعند علي بن أبي حمزة إنه البطائني هذا الذي كان مرافقا لأبي بصير كان تلميذا لأبي بصير وصار بعد ذلك مرجعا من مراجع الشيعة وعند علي بن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار قال فلما رأيت ذلك رأيت ادعاءهم الزعام وسرقتهم لأموال الإمام الرضا وتأسيسهم لدين جديد فلما رأيت ذلك وتبين علي الحق تبين علي الحق لابد أن تعرف من أن يونس ابن عبد الرحمن الذي تقول عنه الروايات من أنه أعلم الأمة بعد سلمان الفارسي أعلم الأمة من الشيعة سلمان وبعد سلمان كما في رواياتنا يأتي يونس ابن عبد الرحمن لقد مال إلى دينهم في البداية يونس هذا مال إلى دينه وأعرض عنه الإمام الرضا ولكنه كان في حالة شك وتراجع عن شكه والتحق بإمامه ولذا تجدونه يقول فلما رأيت ذلك وتبين علي الحق فإن الحق لم يكن واضحا لديه من البداية أي فتنة هذه أتعلمون لماذا لأن كل مراجع الشيعة كل علماء الشيعة وكل طلاب العلم الديني آنذاك وقفوا في وجه الإمام الرضا وأنكروا إمامة الإمام الرضا واتبعوا البطائن والقندي باعتبار أن هؤلاء هم المراجع الكبار تبعوهم على دينهم وبقي هؤلاء على دين الواقفة إلى أن ماتوا على دين الضلال هذا يونس أيضا أثر فيه هذا الجو مع أنه من أعلم العلماء حتى إذا أردنا أن نقول من أن الروايات التي تحدثت عن أعلميته من بعد سلمان حتى لو قلنا من أنها بدرجة نسبية فمع ذلك ليس له من عذر أن يميل مع هؤلاء ولكن مال قلبه معهم فهذا هو الجو الشيعي العام والإمام الرضا لم يكن ظاهرا في الساحة أيام الإمام الكاضم ما هو الأمر سيجري في شيعة العراق هكذا فالإمام الحجة ليس ظاهرا في زمان الغيبة فعينما يعلن ظهوره ويقف مراجع النجف وكربلاء لحربه فإن شيعة العراق ستلتحق بمراجع النجف وكربلاء أتحدث عن زمان الظهور الشريف ما هي هذه الوقائع قد حدثت إذا كان يونس ابن عبد الرحمن قد مال قلبه إليهم فلما رأيت ذلك وتبين علي الحق وعرفت من أمري أبي الحسن الرضا تلاحظون هذه التعابير تشير إلى أنه مال إليهم في بداية الأمر فلما رأيت ذلك وتبين علي الحق وعرفت من أمر أبي الحسن الرضا ما علمت تكلمت ودعوت الناس إليه قال فبعث إلي من البطائن والقندي فبعث إلي وقال ما تدعو إلى هذا ما هذا الذي تقوم به إن كنت تريد المال فنحن نغنيك وضمنا لي عشرة آلاف دينار وقال لي كف كف عن دعوة الناس إلى الإمام الرضا قال يونس فقلت لهم أما روينا عن الصادقين عن الأئمة صلوات الله عليهم أما روينا عن الصادقين أنهم قالوا إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه فإن لم يفعل سلب نور الإيمان وما كنت لأدع الجهاد وأمر الله على كل حال فناصباني وأظهر لي العداوة الزمان هو الزمان والنهس هم الناس والمراجع هم المراجع الواقفة هم الواقفة أنا أقرأ عليكم من رجال الكشي الكشي هذا كان معاصرا للكلين الكشي هذا من علمائنا القدماء أعيد قراءة ما قرأته عليكم بشكل سريع أتمنى أن تتدبر في هذه الوقائع وهذه الحقائق يونس ابن عبد الرحمن هكذا يقول مات أبو الحسن مات إمامنا الكاب وليس من قوامه من وكلائه من مراجع الشيعة آنذاك أحد إلا وعنده المال الكثير وكان ذلك سبب وقوفهم وجحودهم موت وكان عند زياد القندي سبعون ألف دينار وعند علي ابن أبي حمزة الذي هو البطائني ثلاثون ألف دينار قال فلما رأيت ذلك وتبين علي الحق وعرفت من أمر أبي الحسن الرضا ما علمت تكلمت ودعوت الناس إليه دعوت الشيعة إليه قطعا هو لا يدعو العباسيين إلى الإمام الرضا تكلمت ودعوت الشيعة إليه لأن الشيعة قد أعرضت عن الإمام الرضا تكلمت ودعوت الناس إليه قال يونس فبعث إلي القندي والبطائني وقال ما تدعو إلى هذا لماذا تدعو إلى الإمام الرضا وحق الزهراء لقد قيل لي لقد قيل لي مثل هذا وحق الزهراء وليس اليوم سنة ألف تسعمية وثلاثة وثمانين على ما أتذكر والله لقد قيل لي مثل هذا قيل لي اترك ما تقول ولك عندنا ما تريد أعطهني أكثر من هذه الأرقام التي تحدث عنها يونس بن عبد الرحمن الذي قال لي لا زال حيا وقد أخذت معي شاهدا لأنني دعيت إلى مأدوبة الحكاية فيها تفصيل بعد أن مدحني ذلك القائل وقال لي ما قال وقال من أننا نحتاجك ونريدك أن تكون أستاذنا مرجعنا في قادم الأيام وأن وأن ولكن عليك أن تترك هذا الذي تقوله قال لشيخنا بطل من هذا الذي تحكي أنا كنت عارف ماذا يقصد لكن ني أردت أن أن يسمع هذا الشاهد الذي جلبته معي قلت يا حكي هذا الذي أحكي أنا أحكي ساعة فعلا أنا كنت أتكلم ليلا ونهارا قلت لم أنا أحكي ساعة قال لهذا الحكي الذي معروف عنك بس أن تحكي ما كان يجرع يقول لي يعني أن تترك حديثك عن أهل البيت وحق الزهراء هكذا قال لي ولم يكن الكلام من عنده كان مرسلا من المرجعيات من الزعامات من القيادات قال لي أترك هذا اللي تحكي وش تريد يصير قلت له شنو اللي أحكي هو يقول هذا الكلام وأني أرجع مرة أخرى أقول له شنو هذا اللي أحكي وأني أحكي 24 ساعة وأحكي كل شي قال لي لا لا أنت تعرف هذا هذا الحكي اللي بس أنت تحكي قلت له يعني كلامي عن مقامات الأئمة وعن الإمام الحج قال إيه هو هذا هو هذا الحكي ترك وتعال تعال درس فقه وأصول وفلسفة ما أنت أستاذ في هذه العلوم تعال درس في هذه الاختصاصات والأبواب ونفتحها لك على مصارعها وشنو تريد يصير هذه مرة ومثلها مرات كثيرة أنا ما دخلت في التفاصيل لأنني لا أريد أن أذكر الأسماء ولا أريد أن أشير إلى الأشخاص لست بصدد الورود في هذه الموضوعات الآن وإلا فأنتم تعرفونني لا أوفر أحدا بالتعبير الشعب العراقي ما عندي لحي أمسرح أي واحد أجيب وأمد هنا أمسرح قال يونس فقلت فقلت لهما أما روينا عن الصادقين عليهم السلام أنهم قالوا إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه فإن لم يفعل سلب نور الإيمان وما كنت لأدع الجهاد وأمر الله على كل حال فناصباني وأظهر لي العداوة الأيام هي الأيام والناس هم الناس والشيعة هم الشيعة ومراجع الشيعة هم هم نذهب إلى فاصل عن محمد بن سنان رضوان الله تعالى عليه قال كنت عند أبي جعفر الثاني إمامنا الجواه صلوات الله وسلامه عليه فأجريت اختلاف الشيعة فقال يا محمد إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته ثم خلق محمدا وعليا وفاطما فمكثوا فمكثوا ألف دا ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون ولن يشاء إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى ثم قال يا محمد هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحق خذها إليك يا محمد المرجعون المرجعون مثل ما قلت لكم المعممون إلا إذا قام الدليل في حالة معمم من المعممين من أنه على خلاف ذلك وإلا فكل معمم هو من المرجعة من المرجعة إنني أحدثكم بحسب وجهة نظري بحسب معرفتي بثقافة العترة الطاهرة وبحسب معرفتي بعقائد هؤلاء المعممين وبحسب تجربتي المرجعون هم المعممون الذي يلبس عمامة عباسية إبليسية على رأسه أكانت سوداء أم كانت بيضاء هي عمائم النجف وكربلاء هذه هي العمائم العباسية الإبليسية الذي يلبس هذه العمامة هذه علامة إرجائه هذا مرجعي أنتم خذوا هذه المواصفات وطبقوها على واقع المعممين سعيهم الدائم للزعامة سرقتهم لأموال الإمام الرضا هؤلاء هم الواقفة طبقوا هذه الأوصاف يطلبون الزعامة والرئاسة يسرقون أموال الإمام الرضا جهال بحقائق حديث أهل البيت لا يعرفون إمام زمانهم حق المعرفة ولذلك حاربوه وأنكروه أسسوا دينا جديدا وابتدعوه وأخذوا يشترون الذم يشترون الشخصيات هذا أليس هو الذي يجري في النجف وكربلاء منذ سنة أربعمائة وثمانية وأربعين للهجرة وإلى يومنا هذا بإمكاني أن أستعرض لكم تأريخ هذه الحوزة وأن آتيكم بالوثائق والمعطيات من كتبهم التي تخبرنا عن نفس هذا الذي تحدث عنه يونس بن عبد الرحمن عن القندي والبطائن والحكاية مستمرة إلى يومنا هذا إذن المجموعة المؤخرة للمشروع المهدوي هم المعممون على الإطلاق على الإطلاق ابتداء من المراجع وأولادهم وأصهارهم وعوائلهم من أصحاب العمائم مروراً بوكلائهم وطلابهم والحوزويين عموماً وانتهاءاً بخطباء المنبر الحسيني هؤلاء هم المرجئون والمؤخرون والمحاربون للمشروع المهدوي الأعظم قد لا يعلمون هذا لأنهم يعتقدون بأكاذيب المراجع وحتى المراجع فهم مقلدون يقلدون الذين سبقوهم وينقلون الأضاليل نفسها ويقدسون الذين علموهم هذه الأضاليل فهؤلاء أعداء المشروع المهدوي بقصد ومن دون قصد وأنا هنا لا أريد أن أحاسبهم فلست الذي يحاسب الناس الذي يحاسب الناس هو إمام زماننا لا أنا ولا غيري إنما أشير إلى ضلالهم أنا لا أعبأ بهم أذهبوا إلى الجنان أم ذهبوا إلى النيران المشكلة ليس أنهم يذهبون إلى الجنان أو أنهم يذهبون إلى النيران المشكلة في الضلال الذي ملأوا رؤوسنا به وملأوا رؤوس أجدادنا وآبائنا من الأجيال السابقة وآلاء كماتوا الكلام عن الجيل الحاضري وعن الأجيال القادمة هؤلاء يعسكرون العساكرة لنصرة المشروع الإبليسي في مواجهة المشروع المهدوي الأعظم الخطر هنا فأنا لا أتحدث عن الماضي الحديث عن الحاضر وعن المستقبل مشكلتنا كبيرة وكبيرة جدا إذن المرجئون هم المعممون بالنسبة لي لا يخرج من هذا الوصف إلا من ثبت الدليل بحقه من أنه خارج من هذا الوصف هؤلاء المرجئون أما المستعجلون هلك المستعجلون هلكت المحاضير المستعجلون يمكنكم أن تتلمسوا وجودهم على الفضائيات وعلى الشبكة العنكبوتية وعلى المنابر وفي المدارس الدينية من أصحاب العمائم أو من غيرهم من الذين يقال لهم الدكاترة ولا هم دكاترة ولا بطيخ ولكن يقال لفلان الدكتور الفلاني المتخصص في علوم القرآن مثلا أو في القراءات مثلا أو في التعريخ الإسلامي وأنثال وأنثال ذلك الدكتور الفلاني المتخصص في شؤون المرجعية هي المرجعية شئده غير طاعة العظم يعني هذا متخصص في شؤون طاعة الحظ يعني وطاعة الصبخ هؤلاء جهلهم واضح جهلهم بين خصوصا الذين يتحدثون عن إمام زماننا هناك جهل واضح بالعربية وآدابها الذين يجهلون العربية وآدابها واسرارها كيف يستطيعون أن يفهموا النصوص بشكل صحيح الدليل على جهلهم هم لا يحسنون قراءة النصوص لو كانوا على علم بالعربية وآدابها لكانوا يحسنون قراءة النصوص أنا لا أتحدث عن خطأ أو خطأين فأنا أقع في هذه الأخطاء أيضا أنا أتحدث عن ظاهرة عامة في الأخطاء في كل ما يقرؤون من النصوص أو ما يبينون من المعاني اللغوية أو ما يشرحون من الاستعارات والكنايات الأدبية جهال لا يفقهون في معاني النصوص والسبب يعود إلى جهلهم بالعربية وآدابها وفصاحتها وأسرارها فكيف يستطيعون أن يتواصلوا مع فصاحة القرآن وفصاحة أحاديث العترة وبلاغة وبلاغة المصدرين أتحدث عن بلاغة القرآن وبلاغة حديثهم صلوات الله عليه إذا كانوا لا يفقهون شيئا من العربية وآدابها وأسرار فصاحتها وبلاغتها أحدهم يفتح المصحف بين يديه ولا يحسن قراءة جملة واحدة لا أتحدث عن آية أتحدث عن جملة في آية أنا لا أتحدث عن شخص بعينه أتحدث عن ظاهرة عامة ربما البعض منكم يعرف شخصا معينا بهذه المواصفات فيتصور أنني أقصده فقط أنا لا أقصد شخصا أنا أقصد ظاهرة عامة موجودة على الفضائيات وعلى الشبكة العنكبوتية وعلى المنابر الحسينية وفي المدارس الدينية وفي المحافل العامة هناك ظاهرة واضحة عند المعممين عموما وعند غير المعممين ممن يقحمون أنفسهم في الشأن الديني ظاهرة واضحة هناك جهل بالعربية وآدابها وأسرار فصاحتها وبلاغتها الدليل على ذلك لا يحسنون قراءة النصوص من الكتب أمامهم لا يحسنون قراءة الآيات من المصاحف بين أيديهم لا يحسنون قراءة الكلام الذي نقلوه في أوراق يقرؤون منها أو ربما صوروها من كتاب من الكتب لا يحسنون قراءة النصوص ولا يحسنون إعرابها ولا يعرفون إعرابها ولا يعرفون معهنيها هؤلاء جهال بتمام معنى الكلمة هؤلاء يضحكون عليكم وأنتم تصدقون كلامه وهؤلاء يعانون جهلا واضحا في معاني القرآن المفسر بتفسير العترة الطاهرة الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير ما هم مراجعهم جهال في هذا الشأن أيضا كبار مراجع النجف وكربلاء يجهلون بالمطلق تفسير القرآن وفقا لمنهج علي وآل علي إذا كان عند بعضهم من علم في القرآن فإنهم يعرفون تفسير النواصب أو تفسير مراجع الشيعة ممن فسروا القرآن أيضا وفقا لمنهج النواصب وفقا للمنهج العمري وكتب التفسير موجودة في المكتبات أنا لا أتحدث في زاوية مظلمة ولا أتحدث همسا إنني أتحدث بكل صوتي عبر الأخمار الصناعية هذه حقائق وقد أثبتها بمئات ومئات من الأدلة والوثائق وقد تحدثت عنها في مئات ومئات ومئات من الساعات وهي موجودة بين أيديكم على الشبكة العنكبوتية قناة القمر تواصل بثها ليل نهار الحجج قائمة عليكم ماذا أنتم فاعلون جهل بالعربية وآدابها جهل بالقرآن وتفسيره جهل بمضامين الأدعية والزيارات ومن دون المعرفة بكل هذه الحقائق لا يستطيع متحدث أن يسبر أغوار الروايات والأحاديث حتى التي تتحدث في أحكام الصلاة وفي أحكام الصيام هؤلاء هؤلاء الأغبياء من مراجع حوزة النجف وكربلاء يتصورون أن بإمكانهم أن يدركوا مضامين الروايات التي تتحدث عن أحكام الطهارة والصلاة والصيام أن يدركوا مضامينها إذا ما أخذوها ودرسوها بعيدا عن قرآنهم المفسر بتفسيرهم وعن أحاديثهم المفهمة بحسب قواعد تفهيمهم وعن أدعيتهم وزياراتهم هؤلاء أغبياء المنظومة واحدة والأسلوب واحد على أي حال أنا لا أريد أن أخوض في هذه الجهات فهذه جهات يحتاج الحديث فيها إلى وقت طويل جهل بالعربية جهل بتفسير القرآن بحسب تفسير العترة الطاهرة جهل بأسرار الأدعية والزيارة جهل بالتأريخ وفقا لقراءة العترة القراءة الشائعة في حوزة النجفي وكربلاء للتأريخ هي القراءة الطبرية قراءة أهل البيت للتأريخ تختلف عن القراءة الطبرية التأريخ التأريخ المعروض في الفضائيات هو تعريخ الطبر حتى الأفلام السينمائية الشيعية والمسلسلات التلفزيونية الشيعية مأخوذة من الطبر إنها قراءة طبرية للتأريخ وهي قراءة ناصبية صرفة قراءة أهل البيت شيء آخر هؤلاء الذين يحدثونكم جهال بالعربية جهال بقرآن أهل البيت جهال بثقافة أهل البيت جهال بقراءة أهل البيت للتأريخ فضلا عن جهلهم بالثقافة المعاصرة جهال هؤلاء هؤلاء هم المستعجلون هذا جزء من الاستعجال مثل ما يقولون من أن فلانا يتزبب قبل أن يتحصر أي أنه يكون زبيبا قبل أن يكون حصرما يقال له لقد تزببت قبل أن تتحصر أصبحت زبيبا قبل أن تصبح حصرما وهذا خلاف المنهج الصحيح فهؤلاء مستعجلون يريدون أن يبين أنفسهم من أنهم على معرفة بالشؤون المهدوية يضحكون على الشيعة يضحكون على أنفسهم وهم يعلمون فيما بينهم وبين أنفسهم من أنهم ليسوا متأكدين من هذا الكلام الذي يرددونه ويقولونه هذه مشكلة الجهل ومشكلة الشيعة يبحثون عن كل حمار جاهل لا يبحثون عن كل عالم حكيم يبحثون عن كل حمار جاهل لماذا لأن المرجعية الشيعية منذ سنة 448 علمتهم أن يأخذوا دينهم من الحمير أتحفوهم 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 بالوثيقة الديخية ما رد أجيب الأسمان واحد قال لي أدع على شنو مستعجب على شنو مستعجب قل لأخر بابا ما توصل النوبة إليها قال توصل أطمئنن تركبهم يعني بش أشي يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عباردة واحد من الأعلام أتحفو خمسة قل للمستعجب مش داخب إليه تركب يعني خلاقه أهم مشيني كما تقول خلاقه أهمي جيني يتبقوا لأ فكان حالة السنوات فقوش ديخ تعرف فقوش صار واضحا لدينا منهم المرجئيون ومنهم المستعجلون ولو بالإجمال بحدود فهمي أنا لا أفرض عليكم شيئا احترموا عقولكم تدبروا فيما يطرح في هذه الحلقة قد توافقونني قد تخالفونني هذا أمر راجع إليكم وتلك هي مشكلتكم الذي علي أن أضع أصابعي على مواطن البيان كي أعطيكم صورة واضحة حدثتكم عن المرجئيين وقلت من أنهم المعممون وحدثتكم عن المستعجلين وقلت نماذجهم كثيرة المدعون الموقتون وهؤلاء وهؤلاء الذين يخرجون على الشاشات وعلى الشبكة العنكبوتية وعلى المنابر وفي المحافل الدينية يهرفون بما لا يعرفون وأنتم تصفقون له هنيئا لكم هنيئا لكم بهذا العلم الضراطي الذي تأخذونه منهم تستهلو بقي عندنا المعجلون وهم المسلمون هؤلاء منهم لا أعرف أحدا بهذه الصفتي لكنني سأحدثكم عنهم نظريا المعجلون وهم المسلمون هم الفاطميون هم الزهرائيون هؤلاء هم بهذه الصفتي لا أعرف أحدا أتحدث عن نفسي وعن غيري لا أعرف أحدا بهذه الصفة وإنما سأحدثكم عن هذه المجموعة نظريا المعجلون هم الفاطميون هم الزهرائيون لماذا لأن المعجلين هم الذين يسلمون لأمر إمام زمانهم وهم يجدون إمام زمانهم قد اتخذ من الزهراء أسوة له ومن هنا فهم يرتبطون بالزهراء التي هي أسوة إمامهم يحاولون أن يرتبطوا بالصديقة الكبرى كي يعيشوا الحالة الفاطمية والحالة الزهرائية هؤلاء هم الفاطميون وهم الزهرائيون المعجلون المسلمون الذين سلموا لأمر إمام زمانهم وهم يجدون إمام زمانهم يتخذ من الزهراء أسوة له هو الذي يصرح في الرسالة التي بعث بها إلى الشيعة يتحدث فيها عن إمامته أقرأ عليكم من الجزء الثالث والخمسين من بحار الأنوار للمجلس والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي صفحة مية وثمانية وسبعين الحديث التاسع وقد نقله عن كتاب الاحتجاج للطبرس في صفحة مية وثمانين من الرسالة نفسها إمام زماننا وهو يتحدث عن الذين أنكروا إمامته فيقول وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله لي أسوة حسنة وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله لي أسوة حسنة أسوة حسنة فيما يرتبط بإنكار إمامته مثل ما أنكرت الشيعة إمامة الزهراء فإن الهاشميين أنكروا إمامة صاحب الأمر أتحدث عن جعفر الكذاب وعن أبنائه الذين أنكروا إمامة الحجة بن الحسن الرسالة في هذا الشأن في هذا الخصوص على أي حال لا أريد أن أطيل الوقوف عند هذه النقطة الإمام يقول وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله لي أسوة حسنة المعجلون المسلمون لإمام زمانهم يجدون أن إمام زمانهم اتخذ من الزهراء أسوة له هي إمامه وهي حجة عليه ولذا فإنه اتخذ منها أسوة له فهم توجهوا إلى الزهراء تسليما لأمر إمام زمانهم توجهوا إلى الزهراء كي يعيشوا الحالة الزهرائية كي يعيشوا الحالة الفاطمية من هنا قلت لكم من أن المعجلين هم المسلمون وهم الفاطميون هم الزهرائيون فاطمة هي ميزان الحقيقة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها فاطمة ميزان الله في الرضا والغضب يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها هي ميزان الله وهي ميزان رسول الله قطعا حينما تكون فاطمة ميزان الله ستكون ميزان رسول الله أقرأ عليكم من الجزء الثاني من عوالم العلوم مع مستدركاتها إنها طبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة الحديث الحادي عشر يبدأ في صفحة خمسمية واثنين وخمسين أقرأ عليكم مما جاء فيه في صفحة خمسمية وأربعة وخمسين رسول الله يقول لأمير المؤمنين متى في اللحظات الأخيرة من حياته من حياة رسول الله واعلم يا علي أني راض عن من رضيت عنه ابنتي فاطمة وكذلك ربي كذلك ربي يرضى عن الذي ترضى عنه فاطمة وكذلك ربي والملائكة واعلم يا علي أني راض عن من رضيت عنه ابنتي فاطمة وكذلك ربي والملائكة ثم يخاطبها الحديث فيه تفصيل يتحدث معها إلى أن يقول لها إلى أن يقول رسول الله صلى الله عليه وآله في اللحظات الأخيرة من حياته إنه يقول لفاطمة ثم والله يا فاطمة لا أرضى حتى ترضي ثم لا أرضى حتى ترضي الويل لنا الويل لنا الويل لنا إذا لم تكن فاطمة راضية عنها الويل لنا أو على الأقل لم تكن معاملة لنا بعفوها فلطالما يعفو السيد عن عبده وهو عنه غير راض وهذا وهذا حالنا أني أني طامع في عفوها ولست حتى وإن كان غير راض عنه هذه كلمات خطيرة من رسول الله وَاعْلَمْ يَا عَلِي أني راض عن من رضيت عنه ابنتي فاطمة وكذلك ربي والملائكة إلى أن يقول لفاطمة ثم والله يا فاطمة لا أرضى حتى ترضي ثم لا أرضى حتى ترضي يا زحراء يا زحراء فاطمة هي هي التي يحدثنا عنها إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه حين يقول نحن يتحدث عن الأئمة من ولد فاطمة من الحسن المجتبى إلى القائم يقول نحن نحن ولد فاطمة من المجتبى إلى القائم نحن نحن حجج الله على الخلق وفاطمة أمنا أمهم من المجتبى إلى القائم وفاطمة أمنا حجة علينا يا إمام الأئمة من ولدك الأئمة المعصومين ويا حجة الحجج من ولدك الحجج الكاملين الصادقين يا أيتها القيمة على الدين يا زهراء أغيثينا 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 وسددين أن نكون من المعجلين ومن الموفقين لخدمة مشروع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه خلصينا خلصينا من هؤلاء المرجئة ومن هؤلاء المستعجلة خلصينا من شرورهم ادفعي عنا شرورهم شرور المرجئين وشرور المستعجلين اكتبي أسماءنا في المعجلين للمشروع المهدوي القائم فأنت أنت أنت القيمة على الدين وأهله أنت التي اتخذك صاحب الأمر إمامنا اتخذك أسوة له وفي ابنتي رسول الله صلى الله عليه وآله لأسوة حسنة يا صاحب الزمان الأمان 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 أسألك أمان الدين وأمان الموت وأمان الآخرة أسألك أمان العقل وأمان القلب وأسألك أمان الدنيا أسألك أمانا في هذه الدنيا كي تكون وسيلة لخدمتك يا ابن رسول الله وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله لأسوة حسنة ماذا نقرأ في زيارتها الشريفة نخاطبها هكذا وَزَعَمْنَا أَنَّا لَكِ أَوْلِيَا يا ابنت رسول الله وَزَعَمْنَا أَنَّا لَكِ أَوْلِيَا وَمُصَدِّقُونَ وَصَابِرُونَ لِكُلِّ مَا أَتَانَا بِهِ أَبُوكِ صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما تصديقنا لمحمد وعلي تصديقنا لقائم آل محمد لا قيمة له من دون إمضاء فاطمة من دون تصديق فاطمة لازلتم تشكون في إمامتها صخم الله أجوكم ماذا أقول لكم هذه فعال مراجع حوزة النجف وكربلاء بكم فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لماذا يا زهراء لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك الطهارة لم تأتي من تصديقنا لمحمد وعلي ما هكذا نقرأ في زيارتها وهذا المضمون تكرر في بقية نصوص زياراتها الأخرى لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك الطهارة لم تأتي من تصديقنا لمحمد وعلي وإنما جاءت بعد أن صدقت فاطمة تصديقنا لمحمد وعلي وأدخلتنا في حومتي ودائرتي ولايتها جاءنا التطهير فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا أن حقتنا بتصديقنا لهما في البداية أن نصدقها من هنا أفتتح البرامج والأحاديث وأفتتح صلاتي وكل عمل في حياتي أفتتح كل ذلك بتوجه إلى الزهراء يا زهراء هذه المضامين مأخوذة من رواياته من أحاديثه لا من قذارات حوزة النجح هذه حوزة قذرة طهروا عقولكم وقلوبكم من قذاراتها وتمسكوا بثقافة العترة الطاهرة فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك يا زهراء وقت الحلقة انتهى وهناك الكثير من المطالب هناك الكثير والكثير من المطالب ماذا أصنع لهذا الوقت نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة